السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم هبدأ معيكم في موضوع الحلقة اليوم عن تفسير رؤية الشاي في المنام بجميع تفسيراته وهي من الرؤى المحمودة في جميع تفسيراتها إلا في حالة واحدة وهي رؤية سجب الشاي في المنام وإذا رأى الرجل الأعظف في منامه إنه بيشرب شاي فذلك بيدل على النجاح والسعادة وعلى تحقيق الأمنيات وعلى زواجه الفترة القادمة ومن رأى في منامه إنه بيشرب الشاي مع والديه فذلك بيدل على بشرة خير على إنه من المكرمين إلى الله وعلى إنه من البرين بوالديه ومن رأى في منامه إنه بيشرب الشاي مع أهل الشخص اللي بيحبه فذلك بيدل على وجود نصيب بينهم وعلى تحقيق أمنياته بالارتباط بمن يحبه ويقول معظم علماء التفسير إن رؤية الشاي عموما من الرؤى المحمودة اللي بتدل على تحقيق الأمنيات وعلى الحظ السعيد للرؤي وعلى النجاح وعلى تحقيق كل ما يتمنى ومن رأى في منامه إنه شخص بيهديه كوب شاي فذلك بيدل على حصوله على وظيفة جديدة وعلى المناصب له في المستقبل والحظ السعيد ومن رأى في منامه إنه بيشرب الشاي مع الأصدقاء فذلك بيدل على وجود علاقة قوية بينهم وعلى المودة والحب والرحمة بينهم أما من رأى نفسه إنه بيشرب الشاي مع أشخاص غرباء عنه لم يراهم من قبل فذلك بيدل على دخوله عمل جديد وشراقة جديدة ونجاح بينهما وحظ سعيد بإذن الله وإذا رأى الرجل الأعزب إنه بيشرب الشاي لوحده في المنام فذلك بيدل على التفكير في كثير من الأمور المهمة في حياته وعليه التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرارات وبيدل أيضا رؤية الشاي في المنام على الخير وعلى الرزق وعلى تغيير الحال إلى الأفضل للرأي أما من رأى إنه بيشرب الشاي لوحده بيكون مهموم وحزين فذلك بيدل على قصرة الضغوط النفسية في حياة الرأي وإذا رأت الفتاة العزباء إن هي ابتشرب الشاي وسعيدة وفرحانة فذلك بيدل على زواجها عن قريب وعلى الحظ السعيد في تحقيق أمنيتها وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها إن جزها بيهديها كوب شاي فذلك بيدل على صلاح الحال بينهم وعلى تيسير الأمور وتحقيق أمنيتهم وعلى الحظ السعيد لها وإذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة في منامهم إنهم بيشربوا كوب شاي فذلك بيدل على صلاح الحال لهم وعلى تحقيق أمنيتهم وعوض من الله لهم وتغيير حالهم إلى الأفضل بإذن الله كما يدل رؤية الشاي في المنام على الأخبار السعيدة وعلى الأحداث الصرة للرأي الفترة القادمة وإذا رأى الرجل الأعزف في منامه إنه بيقدم الشاي لفتاة جميلة المظهر فذلك بيدل على زواجه عن قريب من إمرأة صالحة متدينة وعلى خلقه كما يدل رؤية الشاي في المنام للرجال على قصرة النجاح في حياته وعلى الترقية في العمل وعلى علو الشأن والمنصب العالي والحظ السعيد له كما يدل رؤية الشاي الأحمر في منام الرجال على الحظ السعيد وعلى الحياة السعيدة وعلى تحقيق الأمنيات له وبيدل أيضا على حصوله على وظيفة جديدة وعلى وصوله لما يتمنى كما تدل رؤية شرب الشاي في المنام على فرحة قريبة للرأي وعلى تحسين الحالة المزاجية والحالة النفسية له وكل ما يكون كوب الشاي مليان بيدل على فرحة وحظ السعيد وتحقيق أمنيات أكتر أما عن الرؤية الغير محمودة عن رؤية الشاي هي رؤية الشاي المر في المنام هو غير محمود وبيدل على هموم ومشاكل بيعاني منها الرأي ورؤية أيضا سجب الشاي في المنام من الرؤية الغير محمودة اللي بتدل على ضياء فرص وعلى عدم تحقيق أمنية للرأي والله أعلى وأعلم يا رب أكون قدرت أفكه جمعتلكم معلومات كتير عن تفسير رؤية الشاي في المنام واللي محتاج تفسير أي حلم يقدر يسيبه لي في الكومنتات ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وفي حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا